السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة كان شكرا للا خديجة من مراكش وجوابا عن سؤالك الفقي عن قيام الليل هو قيام الليل للا خديجة مفتوح بابه الى صلتي العشاء وصلتي شفعلو ترب من مراهم ثم جتك الرغم بقيام الليل باب الليل لا يغلق فمتى قمت مع الوحدة مع جوج مع ثلاثة بغدرش بركة الصلاوات لك ذلك غير ممنوع وكين بعض الناس يقول ان خلي شفعلو ترب والاخير اي نعم شفعلو تلخصو تصلى قبل اذن الفجر فاذا اذن الفجر ذهب الشفعو الوتر الاكتفيت غير بركعتين دي الشفع وركعت الويتر فانتي قمت بالواجب والشفعو النبوي او الويتر النبوي هو تمان ركعتين اسل ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ثم ركعة يختم بها اي الويتر هذا يسمى الويتر النبوي ومن يكسف بركعتين فله الأجر والتواب وعمله صحيح بإذن الله وجوابا عن سؤالك الثاني أنك تصلي الفجر الفجر يكون بعد دخول الوقت ودخول الوقت يتحقق بالآدن الحمد للآن ما كان قلب على حتيت بين الخيط الأبيض ضمن الخيط الأسود من الفجر اليوم الحمد لله المآدن تصنع الحمد لله بلدنا مليئة بالمساجد عدد المساجد في المغرب يتجاوز خمسين ألف وكل مسجد الحمد لله في صومع وكان سمعوا الآدن وبعض المساجد فيها مكبر صوت الآدن يسمعوا في كل مكان واللي تعلل بأنه بعد عن المسجد الحمد لله وسائل الإعلام كلها لكن الرديوات الآن والتلفزيونات المغربية كلها تدير الآدن تدير الآدن في وقته ما كان عذر وكان الحمد لله وسائل تقنية المعاصرة الهواتف الدكية ممكن تبرمج الهاتف على الآدن فتقم فحينما يرتفع الأدن تؤدي ركعتين الفجر ومصالتين ركعتين خفيفتين الركع الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والركع الثاني بالفاتحة وقل والله أحد أكل خفيفة ليصليها الإنسان بمفرده ثم بعد ذلك يصلي الصبح إلى كان رجل مع الجماعة يتيسر والمرأة تصلي في بيتها في الغالب ولا مانع أن تذهب إلى المسجد لأن الصحابة يدفع أهدهن كنا يذهبنا إلى المسجد لا يكاد أحد يميزهن في مروطهن يعني في الحيكة ديالهم كانوا يمشوا لسرات الفجر وحتى أن الرجل لا يكاد يميز بينهن وبين الرمح دياله ظلام دامس لكن أيام زمن كالأمان كانت المرأة تخرج من بيتها مجتمع الصحابة مجتمع المدينة المنورة إلى سئلة وقتنا هذا مجتمع المدينة المنورة الحمد لله كنا في هذه واحد شهر الحمد لله ما شاء الله في أي وقت وحين النساء والرجال كيف قبال الفجر والنساء خارجة الجامع سيتغب بفردهن والاحترام والأمان والسلام منذ عهد النبوة إلى زمين هذا وإن شاء الله إلى قيام الساعة لكن في بيئات أخرى لا يمكن المرأة إلا خارجة مع الفجر سيتعرض للأذى سيتعرض للبلاء فتصلي في بيتها محترمة معززة مكرمة ولما تنتهي من رغيبتي الفجر كتسمى رغيبة الفجر نصلي فريضة الصبح ونصليها بالمفصل جهرا وأسأل الله تعالى أختي خديجة أن يزيدك إيمانا ويقينا الله شفيك وجبر العظم ديالك ويقوي الظهر ديالك ربه والشافه والعافي أسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة والعافية ويقر عينك ببناتك ويجعلهن صالحات مصلحات طيبات مباركات وأن يحفظ الله العائلة والأحباب وكل من قال أمين اللهم زيده من الخير والبركة لا تنقصوا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين شكرا لك يا أختي خديجة أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا السيد الدكتور كده يرفس عليك الله يبرفك للا خديجة الله الخصم لي تنسمعك لا تريد تفاجع لنا قلبنا بالله أعزك الله وحافظك الله للا يا كل شي بي خير الحمد ربي ونشكره للا الله يعطيك ستراسي كوريبا ندعي لي مع صحتي ومع ابنياتي رأت واحد دهرطي ضرني ودوز داك ليرين ولكن الظهر باقي ما فاتني شويتش دعا والنسيب له أمين يا ربي للا خديجة ومع ابنياتي مرضين معي يعطيهم الرضا الله يسهل عليهم يا رحمان يا رحيم أبي تنسو لك واحد سؤال على هدي كنود نصلي قيام الليل تنخليش فاعله ترحت كنود مع ربعة وربعة وطنصليهم غير هما ما تنزيد والواج نزيد شي حاجة ولا نصليهم غير هما وخلال لا بإذن الله وكانت صلي عاو تاني الفجر حينت كيكون تاني الفجر قبل الصبح ايه وعاد كنصلي الصبح يدلي معاستة ولا تهو ايها لله غادي كي نزل ايها لله وبيتنطلبك واحد طالب الله يعطيك السر مرحمة لله والله يحفظك شين هاري لا بدير شي حلقة تصر لنا هي القرآن والله يرحملك الوالدين ايها ان شاء الله حين شحال من حاجة ما فهمينها وشحال من حاجة ما عاصينها وكي اللي كي يقرق على القرآن وكي يغطيع يختموتي ولكن ما ما فهموش والله للا خديجة مكراتي كل حلقة كل غير قرآن الحديد والله مكراتي ايها الله تكفح الناس يسمحوا لينا التالي بيتصل حسني يسمعوا حسني يعرف شحال من حاجة بنا نعرفها في القرآن والله للا الخديجة الى امنيتي لو كان بإمكاني نتكلها كلها ساعد القرآن وساعد الحديد الله يعطيك سحال هل يخطيك والله على القسم وأي واحد الحاجة كنقولها أنا يا الأمهات انو دفقيا من لي لو يدعو مع ولادهم والله القسم الى كل شي تيتيت سر يا رحمة يا رحمة والله القسم أنا هكو مع ابناتي صبح الله العظيم من لي ولي تكن نود هكا لكن تدورت لك وقلت لك حنا في دار الوراة وهذا الحمد لله يسر صدير ربي وخرج نار هنا وعندي جوجبنيات صدير ربي نزل فيهم البركة وعزيزة عليهم أنا وإحنا نفي الحمد لله وشكره لله ليلة هي لله اي حاجة يدين هالإنسان ينضيعي مع ولاده في اللي قلتي انت في جو في الليل والله لكل شي كيتي يسر الحمد لله ليلة هي لله الله القسم هاد شي اللي كان ويسمحولين النس تالي بيطرح شي مشكيل يخلي يحتوي يعودون الله سبحانه ووحدة وحدة كانت بقافية انت تيش دون نمرة دي لكن ترى الله يكون في العوان بين وليدتك وعندك مطالب وعندك شحال من حاجة لا عفو للا خديجة باركة غيلة سمعناك هكا في هاد الإداعوط تعطينا من وقتك كتير وكان سمعوك باركة هادك النمرة اللي درتها لكن رأى انت لا إله اللهم وحمد رسول الله أكرمك الله أختي خديجة أعزك الله حافظك الله أختي خديجة والله يخطك دكتور والله القسم اللي واللي تقنص لك واللي تقنص لك وكانسوا من الخميس والتنين ولات عندي ابنية سبحان الله عظيمة تتسوى الله سبحانه قالك ابنية لعبوه إياه لله شكرا أختي خديجة والله يعطيك صحيح تكور والله القسم اللي كانت لعيد اللي كان هادر معك بالله الله يكبر بك لله عزيزة كل شي يحسن ومشي هيران حافظك الله ورعك أختي خديجة ولكن شي مشكل بيقول الإنسان في داع يقول وره كل شي يجي ندعو معاك بعد نهار وعد يعود شي حاجة والله لأن نبكي وكن ندعو معاك من قلبي خالص ليلة شكرا لخديجة وتحية لأهل مراكش والله ما كرتت ساعتين لعدنا ساعة تكون فغي القرآن الكريم إن آيات على القرآن كل يوم نفهم مغزى سبب نزول الآية والحيث يديلها ثم نقوم بتنزيلها على واقعنا المعيش الواقع الاجتماعي والواقع الأسري والنفسي والاقتصادي وحتى السياسي توضع بشكل كيف نبني مجتمعنا من الداخل على ضوء القرآن الكريم ما كرتش لو سمحوا لي وأدنوا لي في الإدعاء لكن هذا هو هذا هو الديداني كل مرة تاخد آية قرآنية وتقوم بتنزيل على أرض الواقع تسمع مثلا قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنتكي المعلقة تغيير وعلاقته بالنفس وكيف أن المجتمعات عبر التاريخ تسعى إلى التغيير وأي تغيير منشود التغيير المنشود تغيير يكون قائما على البناء للهدم يكون على الجمع للتفريق يكون على الإصلاح للإفساد من يغنقروا مثلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عملية الإصلاح المنشودة الإصلاح الإجتماعي والاقتصادي والسياسي والنفسي والأساري كيف يمكن أن يكون وهل أنت مؤهل للإصلاح وشني الطرق للإصلاح كل هذا ما كره ناشي كنت تدرس كل ساعة هكذا ثم الساعة التي تليها تكون في السنة النبوية نستظهر أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكأنه معنا نبدأ بكل حلقة بصرد الأحاديث إنما الأعمال بالنيات حسب الترتيب ديالها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه هكذا كيف بالمحدثين ثم نصرد الحديث ونطرح أسباب وروده وكيف مشكل النية قد يؤثر في العمل اندخلوا الواقع ديالنا شلد الأعمال كنقوم بها إذا لم تكن مبنية على النية الصادقة تحول إلى البطلان والعياد بالله أو إذا دخلها الرياء ونقود كل يوم نعيش في إطار القرآن ورحاب القرآن وفي أنوار السنة النبوية مكراتش يكون هذا أول ولكن البرنامج يطلب مننا أننا نتلقى مكالمات المستمعين والمستمعات لا بد أن لا نطيل يطلب مننا في أول حلقة لن تتجاوج 15 دقيقة هناك من يقول بأن في الاستيعاب إذا تجاوزت 18 دقيقة يسمح غير قابل للمواصلة فكان يطلب مننا أن نبقوا في 15 دقيقة في الأول من زوجوه سيلا كان سبعي يكون أحسن ثم بدل نتلقى المكالمات المستمعين والمستمعات وهم يطرحون ما يدور في خلدهم وعقولهم ويعبرون عن مشاكلهم وهمومهم دورنا أن نستقبل همومهم ونطرح ها للنقاش إما قضايا اجتماعية عند علاقة بالأسرة عند علاقة بالطلاق عند علاقة بتربية الأبناء عند طلاقة عند علاقة بالبحث عن عمل بالشغل بالرزق بالفقر عند علاقة بالعالم القراوي عند علاقة بالحياة العامة أسباب أسباب الشدة لكي نعلم نكيفة المخرج ومشي بدر نعطي حلول لست مهيئا لكي أعطي حلول بل بالعكس أتمنى أن يشاركنا بعض الخبراء كل في موطنه وكل لا يبخل علينا بالحلول حسب علمه وما فتح الله عليه وإن كنا أنا غير ميسير ومسير أسمع من هنا وأستقبل من هنا ولكن هكذا تسير الأمور أحيانا ما لا يمكن إدراكه كله لا يترك جله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة